يوم الجمعة سترى عجبا عجبا وسترى تفريجا كتفريج أهل الكهف وسترى نصرة كنصرة الله لأهل الكهف وسترى رزقا كرزق الله لأهل الكهف وسترى تغيير الكون كله لنصرتك كما غير الله معالم الدنيا كلها من أجل نصرة أهل الكهف آخر ساعة من الجمعة مستجاب فيها الدعاء هي دي الساعة اللي بيستجاب فيها الدعاء أنهي ساعة المغرب بيدن على خمسة ودئتين تقريبا فحضرتك من الساعة أربعة تقعد بعد ما تتوضى ركز معايا وخد مني الهدية دي هتغير كل حياتك والله لو أنت مديون ربنا هيبعث اللي سدلك دينك ولو أنت مكروب ربنا هيبعث اللي فرجلك كربك ولو أنت مهموم ربنا هيزح همك ولو أنت عندك أي شيء عايزه ربنا حقق أقولك بس خد الكلام اللي بقوله لك ده ونفذه بالمعنى الحرفي ما تحدش عنه أي لحظة ما تحدش عنه في أي كلمة صلي على سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم الساعة أربعة بالظبط قبل المغرب بساعة حتتتوضى حضرتك وبعدين تقعد مكانك تقعد مكانك اللي بتصلي فيه سواء في بيتك لو الجامع فاتح قعد في المسجد المهم قعد في مكان هادي علشان تخلو بربك وبعدين قول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ميت مرة خلاص كده وبعدين قول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تفرج بها الهم وتزيح بها الغم وتسدد بها الدين وتحقق بها الآمال ميت مرة وبعدين كرر الآية اللي أنا أقولها لك دي اللي هي الهدية بتاعت النهاردة دي لحادم المغرب يقول الله أكبر وبعدين هتصلي المغرب وثق بأن الله سيقضي لك ما تدعو به في صلاة المغرب وثق بأن الله سيعطيك ما ستدعو به في صلاة المغرب الآية إيه بقى؟ الآية وردت في صورة الكهف الآية اللي قالوها أهل الكهف وهم في شدتهم وهم في كربتهم وهم الدنيا كلها تكتلت عليهم وهم فرين بدنهم وهم الدنيا كلها أظلمت في وشهم ومعدش قدامهم إلا الكهف اسمع ربنا قال إيه؟ والفتيات إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي إلنا من أمرنا رشدا فحضرتك بعد ما تستغفر مئة مرة بصيغة تستغفر اللي قلتها لك دي وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة اللي أنا قلتها لك دي مئة مرة برضك تعتردد لحد أذان المغرب لما يؤذن عليك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا هكذا إلى أن يؤذن المغرب وبعدين تردد الأذان وبعدين تقوم تصلي المغرب وإنت في سجود المغرب ادعى ربنا باللي أنت عايزه سترى عجبا عجبا وسترى تفريجا كتفريج أهل الكهف وسترى نصرة كنصرة الله لأهل الكهف وسترى رزقا كرزق الله لأهل الكهف وسترى تغيير الكون كله لنصرتك كما غير الله معالم الدنيا كلها من أجل نصرة أهل الكهف صباحكم أمل صباحكم نور صباحكم ابتسامة صباحكم تفاؤل صباحكم موصول بالنبي الرسول وصلي اللهم وسلم وبارك على نبي البركات وعلى آله وصحبه وسلم